السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن اليوم في مادة الرياضيات سنبدأ دات جديد في الصفحة رقم 90 الدرس رقم 23 وعنوانه هو جمع الأعداد من صفر إلى تسعة وتسعون رقم 2 جمع الأعداد من صفر إلى تسعة وتسعون en français on dit addition du nombre de 0 à 80-19 addition du nombre de 0 à 80-19 إذن من الأهداف التعلمية في هذا الدرس هي أن نقوم بحساب مجموعة الدرس بالإحتفاظ في نتاق الأعداد من صفر إلى تسعة وتسعون باستعمال التقنية الاعتيادية للجمع وأن نتمكن من جدول الجمع إلى تسعة زائد تسعة إذن هدوما الأهداف التعلمية إذن في السابق كنا رأينا عملية الجمع بدون احتفاظ أما اليوم فسنرى طريقة الجمع باستعمال الاحتفاظ إذن أولا كما تلاحظون لدينا الفقرة الأولى وهي لنتريد جميعا إذن هنا لدينا مسألة ولكن في هذه المسألة يوجد خطأ يعني هنطلب منكم أنكم هتصحوا قبل أن نبدأ بشرح التمرين هتصحوا إذن كما تلاحظون في اليسار زدت واحد الدائرة هتزيدوها وبالنسبة لذلك قطعة دي الدومينو اللي في الأسفل هتشتبو عليها فهمتم باش نبات أننا نبغي ندير عملية الجمع تكون لدينا صحيحة يعني هي خاطئة غتزيد دائرة وغتشتبو على قطعة الدومينو جيد إذن الآن سنقوم بقراءة المسألة التي لدينا ضعوا الأسبوع على المسألة بعد التداريب التي شارك فيها أربع وسبعون سباحا عد مدرب السباحة أطواق النجاة المستعملة فوجد ست وعشرون طوقا أحمر وتمانية وأربعون طوقا أخضر السؤال لدينا هو هل أعاد كل المشاركين الأطواق التي استخدموها؟ نستعين بقطع الدومينو لإنجاز العملية ثم نحيط الجواب المناسب نعم أو لا إذن لديكم في اليسار قطع الدومينو يعني سنستعملوها باش أننا نقوم بوضع العملية في الجدول لديكم لنحسب هل أعاد المشاركون جميعا الأطواق التي استخدموها أم لا إذن المسألة لدينا هنا هي إذن هناك بعض المشاركين قاموا بتداريب السباحة والمدرب أعطاهم إذن لدينا هنا شارك فيها المسابقة هذه شارك فيها 74 سباح والمدرب بعد أن انتهى المشاركون من السباحة قام بعدي أطواق النجاة التي استعملها المشاركين إذن عندما عد هذه الأطواق وجد 26 طوقا أحمر و48 طوقا أخضر يعني أن هذا المدرب عندما يأخذ الأطواق الحمراء والخضراء يجب أن يجد 74 طوقا إذن إذا وجد أكثر إذا وجد أكثر إذن هو لا يمكن أن يجد أكثر إذا وجد أقل من 74 طوقا يعني أن مشاركين لم يعيدوا جميع الأطواق يعني المدرب عندما سيأخذ جميع الأطواق التي سيعيدها المشاركين يجب أن يجد 74 إذا وجد أقل يعني أن هناك مشاركين لم يعيدوا الطوق طوقا النجاة فهمتم؟ إذن هناك عملية ستقومون بها إذن طبيعة الحال هي عملية الجمع ستشوفوا ما هي الأعداد التي ستستعملونها لنعرف إذا كان جميع المتسابقين قاموا بإعادة الأطواق المستعملة أم لا وذلك باستعمال قطاع الدومينو الموجودة لديكم في الجهة اليسرى إذن قبل أن تنجزوا هذا التمرير أنا شرحت لكم دابا الآن أريدكم كيفية وضع عملية بالاحتفاظ إذن نفس السابق ما كنت نشك نديروا الاحتفاظ الآن سنستعمل عمليات الجمعة مودية بالاحتفاظ إذن لاحظوا معي هذه العملية لدينا 16 زائد 4 إذن قلنا في السابق سبق وأن ذكرنا أنه عندما يكون إذن عندي مجموعة الوحادات إذن بجهة الوحادات لا تستطيع أن تحمل أكثر أو أكبر من 9 ولكن لاحظوا معي هنا العملية إذا أخذنا رقمي الوحادات 6 زائد 4 سنحسب المجموع 6 7 8 9 10 و10 هي أكبر من 9 إذن في الوحادات في الأسفل في المجموع هل سنكسب 10 في الوحادات؟ لا يمكن لأنها لا تستطيع أن تحمل أعدد أكبر من 9 إذن لاحظوا معي السهم الذي باللون الأخضر إذن قمت بوضع خط تحت الصفر والسهم يتجه إلى الوحادات مجموع الوحادات يعني أن الصفر سنكتبه في الوحادات ولديكم رقم واحد بالأزرق سنكتبه في الأعلى وهذا الوحاد هو الذي نسميه الاحتفاظ يعني ما معنى أحتفظ به بحالة نخزنه أخبئه أحتفظ به في أين؟ فوق الوحادات أم العشرات؟ فوق العشرات ثم بعد أن أنتهي أقوم بحساب مجموع العشرات ما هو مجموع العشرات؟ هو واحد موجود في الأعلى الذي احتفظت به زائد واحد الموجود أسفله زائد ماذا؟ لا شيء لا يوجد لدي شيء آخر في الأسفل يعني واحد زائد واحد هو مجموع العشرات يساوي اثنان الآن سأعطيكم عملية أخرى لكي تفهموا جيدا معنى الاحتفاظ لاحظوا معي العملية رقم اثنان لدينا ثمانية وعشرون زائد أربعة إذن سنحسب مجموع الوحدات ثمانية زائد أربعة المجموع يساوي اثنى عشر إذن اثنان التي لدينا سنقوم إذن لدينا اثنان سنكتبها في الوحدات وواحد سنكتبه في العشرات لأن الوحدات لا يستطيع أن يحمل أكثر من تسعة واثنى عشر هي عدد أكبر من تسعة إذن العدد اللي في اليمين نكتبه في الوحدات اثنان وواحد ماذا سنفعل؟ سنحتفظ به فوق العشرات إذن بعد ذلك سنأخذ العدد واحد الذي احتفظنا به انظر هنا زائد اثنان زائد لا شيء إذن واحد زائد اثنان زائد لا شيء المجموع يساوي ثلاثة إذن سنكتب ثلاثة في مجموع العشرات الآن إذن تمرين رقم واحد لديكم هو ألاحظ المثال ثم أضع وأنجز إذن المثال الذي لدينا هنا أربعة وخمسون زائد ثمانية وعشرون كتبنا أربعة وخمسون في السطر الأول وتمانية وعشرون في السطر الثاني ثم مجموعة الوحدات هو أربعة زائد ثمانية سنجد أن المجموعة يساوي اثنى عشر إذن قلنا أن الوحدات لا يمكن أن تحمل عددا أكبر من تسعة واثنى عشر أكبر من تسعة إذن سنكتب اثنان كما تلاحظون في الوحدات وواحد سنحتفظ به أعلى في العشرات الآن سنمر لحساب العشرات سنحسب واحد الذي احتفظنا به زائد خمسة زائد اثنان واحد زائد خمسة ستة وستة زائد اثنان هي تمانية إذن ستقومون بإنجاز العمليتين رقم اثنان وثلاثة الآن تمرين رقم اثنان إذن التمرين رقم اثنان هو كالتالي هل يكفي ما في حافظة نقود والدة أنير لشراء قطعتي الحلوى نعم أم لا إذن هنا مسألة لدينا هي كالتالي والدة الطفل أنير تريد شراء قطعتي حلوى ثمن القطعة الأولى لديكم هو 23 درهم والقطعة الثانية 19 درهم والمحفظة التي لديكم يوجد فيها 42 درهم إذن هنا ستقومون بحساب ثمن القطعتين ستكسبوا عملية عمودية ثم ستحسبون هل هو يساوي ما المبلغ الذي يوجد في حافظة النقود إذا كان مساويا لها فستحيطون على الإجابة نعم وإذا كان خاطئا فستحيطون على الإجابة لا ترجمة نانسي قنقر